على صلة ترأس الأمين العام المساعد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الدكتور عبدالله أبو حوري اجتماعا تنظيميا لفرع المكتب السياسي في تعز وذلك لمناقشة الخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز وحدات الصف الوطني في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته من إشياء الحوثية الإرهابية أبو حوري أكد أهمية مضاعفة الجهود والتنسيق المستمر مع مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز ذلك لتفعيل الحياة السياسية بموازات النضال المسلح وبما يحقق وحدة الصف الوطني وتجاوز خلافات الماضي التي لا تخدم سوى الميليشيا الحوثية وقال بأن تعز الموذج فريض على مستوى اليمن في طي صفحة الماضي وتستحق من الجميع العمل الجاد بما يلبي طموحات أبنائها ويخفف معاناتهم جراء الحرب والحصار المفروض عليها من قبل أدوات إيران ترجمة نانسي قنقر